السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناخد النهاردة المفهوم التاني الوحدة التالتة الدرس الخامس كم الساعة خلينا نفتكر شوية تحويلات أول حاجة السنة فيها 12 شهر طب الشهر فيه 30 يوم طب ميس فيه شهور 31 وفبراير يا 28 يا 29 قالك هم ثبتوا في الرياضيات تحويلة الشهر 30 يوم يبقى ما سألك الشهر فيه كم يوم هتقولي 30 ما تقوليش بقى أصلي فيه ساعات 31 خلاص اتفقنا طيب اليوم 24 ساعة طب الساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 سنة طيب جميل خلينا متفقين ان الجزء ده هو الكبير والكبير على طول بيتضرب طيب لو مسكنا الجزء ده فالجزء ده هو الصغير والصغير على طول بيتأسم طيب جميل جدا لما نيجي نبص للساعة يا ولادي قادي الساعة بتاعتي العقرب الكبير لو واقف عند الـ 12 بنقول عليه بالضبط طيب لو تحرك لحد الواحد يبقى تحرك خمس دقائق ولو تحرك للـ 2 قادي كده 5 و 5 10 دقائق ولو تحرك للـ 3 و 5 كمان 15 دقيقة ولو تحرك للـ 4 و 5 كمان 20 دقيقة طيب و 5 كمان 25 دقيقة و 5 كمان 30 دقيقة يبقى احنا كده عدينا نصف الساعة الاولاني كام 30 دقيقة و 5 كمان 35 دقيقة يبقى بين كل رقم والتاني 5 دقيقة و 5 كمان 40 دقيقة و 5 كمان 45 دقيقة و 5 كمان 50 دقيقة و 5 كمان 55 دقيقة و 5 كمان 60 دقيقة اللي هي الساعة بالكامل طيب جميل جدا قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصف هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعالى عشان نفهم الدرس يجي قولي ايه كم الساعة بالصيغة الرقمية يعني ايه يا ولادي دي الساعة العادية بالعقارب عايزين نكتبها بالارقام فهاجي للجزء اللي من هنا يا ولاد اللي بيبقى فيه خانتين ده الجزء بتاع الساعات اللي مسؤول عنه العقارب الصغير وده فيه خانتين برضو وده الجزء المسؤول عن الدقايق اللي فيه العقارب الكبير طيب جميل الساعة بقى دلوقتي كام المفروض انها العقارب الصغير عند الساعات اربعة فانا المفروض اكتب في الجزء بتاع الساعات اربعة بس لو كتبت الاربعة هنا يبقى لازم احط صفر هنا وساعتها هتطقر اربعين لكن احنا عايزينها اربعة في الاحاد يعني يعني انا هكتب الاربعة هنا والخانة اللي وراها هي اللي هتبقى صفر طيب جميل عند الستة يعني نص الساعة تلاتين دقيقة يبقى انا هكتب هنا تلاتين طيب حلو قوي تعالى تاني الساعة دي كام والله العقرب الصغير عند التلاتة يبقى انا هكتب التلاتة هنا وعلى شمال ها الصفر ليه علشان ما يكونش ليه ايمة وتفضل التلاتة تلاتة طيب جميل عند العشرة كم دي ايه اه والله يا ميس هي الساعة كملة ستين لو رجعت مرتين يعني هرجع خمسة وخمسة يعني هرجع عشرة يبقى انا كده الستين لو شلت منها عشرة يتبقى خمسين دقيقة طيب جميل الساعة دي كام والله يا ميس هو انا شايف ان العقرب الصغير ما بين الواحد والتنين اعمل ايه يا ميس اكتب واحد ولا اكتب اتنين قالك ارجع وكتب في الساعة الرقمية بنرجع بنقول واحد و فانا هكتب هنا واحد وهنا صفر طيب التمانية دي اللي هي ايه والله التسعة خمسة واربعين دقيقة هرجع خمس دقائق يبقى كده اربعين دقيقة طيب جميل الساعة دي كام العقرب الصغير عند الحداشر فانا هجي هنا اكتب حداشر طيب جميل العقرب الكبير قبل التلاتين بخمسة قبل نص الساعة بخمسة يبقى كده خمسة وعشرين دقيقة طيب جميل جد ايه كمان عايزين نعرفه ان اليوم فيه 24 ساعة طب ما نعرفها يا ميس حلوة قوي شوية حاجات هتاخد بالك منها اليومين كم ساعة ففيه طالب يقول لي 24 و24 يميس 4 و48 و2 و4 وفيه طالب تاني يقول لي والله اللي 24 هتتكرر مرتين تتكرر يعني هتتضرب 24 في 2 4 في 2 ب8 واللي 2 في 2 ب4 طب التلات ايام يعني معنى كده ان اليوم 24 هيتكرر 3 مرات يعني هيتضرب في 3 4 في 3 ب12 2 ومعنى الواحد 2 في 3 ب6 و1 7 وهكذا طيب جميل لما يجي يقول لي الخمس ايام فيهم كم ساعة الرقم ده ينزل زي ما هو كلمة اليوم دي الكبيرة ولا الصغيرة لا والله يميس الكبيرة والكبيرة على طول بي ايه بيتضرب يبقى انا هاخد الخمس ايام اضربها في الـ 24 ساعة 5 ساعة ومعنى ومعنى 60 سانية 60 سانية يبقى انا كده بضرب 6 في 60 الضرب يا ولادي بنزل فيه كل الاصفار نزلنا 0 1 6 في 6 بـ 36 يبقى 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 72 70 دول على 60 على بعضها 300 زائد 12 يجينا 3 و 12 طيب جميل اربع اسابيع و يومان فيهم كم يوم يومان دي يعني اتنين يوم يا ولادي دي يوم ودي يبقى المختلفة هي الاسابيع حل الرقم ده ينزل زي ما هو كلمة اسابيع اكبر ولا اليوم لا الاسابيع هي الاكبر والكبير على طول بيتضرب يبقى انا هقول في الاسبوع في كم يوم سبع ايام يبقى اربعة في سبعة 28 فصلة يعني زائد اللي اتنين هتنزل زي ما هي علشان كلمة يوم دي هي نفسها الحاجة اللي هو طالبها في الاخر يبقى انا كده عندي 28 و 32 30 طيب جميل عايز اعرف 3 ايام و 10 ساعات فيهم كم ساعة الكلمة دي شبه الكلمة دي يبقى المختلفة الوحيدة هي الايام الرقم ده ينزل زي ما هو اليوم اكبر من الساعة وطالما اكبر يبقى الكبير على طول بيتضرب فيه اليوم فيه كم ساعة 24 ساعة يبقى انا عندي 3 24 3 4 12 2 و معايا الواحد 3 2 6 1 7 كده بقى عندي 72 الفصلة يعني زائد العشرة هي العشرة علشان كلمتها شبه الكلمة الاخيرة كده عندي 72 و 10 2 و 8 طيب جميل عندي 10 ساعات و 7 دقايق فيهم كم دقيقة والله الكلمة دي شبه الكلمة دي يبقى الله هيتغير الوحيد الساعة الرقم ده ينزل زي ما هو الساعة اكبر من الدقيقة يبقى الكبير على طول يتضرب في في كام اه والله الساعة عشان توصل للدقايق الساعة فيها 60 دقيقة يبقى انا هاخد العشرة اضربها في 60 في الضرب بننزل كل الاصفار كده نزلنا كم صفر صفر من هنا مع صفر من هنا يبقوا صفرين 1 في 6 ب6 على بعضها 600 والوا يعني زائد قلنا الدقايق هي الدقايق يبقى انا هكتب السبعة زي ما هي مش هتتغير كده عندي 600 ومعها سبعة على بعضها 607 طيب جميل يجي السؤال يجي السؤال يقولك ضع علامة اكبر من او اصغر من او يساوي واحنا اتفقنا في السؤال ده ان احنا بندور على الكلمة اللي بالعربي الكبيرة فين الكلمة اللي بالعربي الكبيرة كلمة ايام يعني اليوم اكبر ولا الاسبوع او الله يا ميس الاسبوع اللي اكبر فانا اشتغل على دي الاسبوعين دول يعملوا كم يوم او الله الاسبوع الواحد سبعة تيام يبقى كده سبعة وسبعة 14 يوم بقى هنا عندي 14 وهنا عندي 10 يبقى الـ 14 هي اللي اكبر بقل علامة نحيتها ففكرك حبيبي احنا في اكبر واصغر بنحول الجزء واحد بس اللي هو صاحب الكلمة اللي بالعربي الكبيرة وبينسيب الجزء التاني ما بنجيش جنبه طيب جميل هنا عندي 166 ساعة وسبع ايام فين الكلمة اللي بالعربي الكبيرة الساعة ولا الايام لا والله ياميس اليوم اكبر من الساعة يبقى انا هشتغل على دي الرقم ده ينزل زي ما هو وطالما دي الكلمة اللي عندها يبقى الكبير على طول بيت ضرب في اليوم في كم ساعة 24 ساعة كده انا محتاج اضرب 24 في 7 وحدة وحدة 4 في 7 بـ 28 8 ومعنا اللي 2 2 في 7 بـ 14 و2 16 طيب جميل كده عندي 168 والنحية التانية 166 يبقى 168 هي اللي اكبر طيب جميل عندي 100 دقيقة وساعتين ساعتين يعني ساعة وساعة يعني 60 دقيقة و60 دقيقة كده عندي 120 دقيقة والنحية التانية 100 دقيقة يبقى 120 هي اللي اكبر تاني خمس اسابيع وثلاث وثلاث ايام ولا 32 يوم والله كلمة يوم دي زي كلمة يوم دي يبقى انا هلعب على الخمس اسابيع الرقم دا ينزل زي ما هو وطالما كلمة اسابيع اكبر من اليوم يبقى الكبير على طول بي الضرب الاسبوع في كم يوم سبع ايام يبقى انا عندي خمسة في سبعة بخمسة وثلاثين الفصلة يعني زائد التلاتة قلنا مش هنيجي جنبها كده عندي الجزء اللي على اليمين كله خمسة وثلاثين وثلاثة تمانية وثلاثين اكبر ولا الاثنين وثلاثين لا الثمانية وثلاثين هي اللي اكبر بقل على ناحيتها طيب تعال تاني سبع ساعات و ثلاث دقايق والنحية التانية ربعمية خمسة وعشرين دقيقة دقيقة ودي دقيقة يبقى انا هشتغل على السبع ساعات الرقم ده ينزل زي ما هو كلمة الساعات اكبر من كلمة الدقايق يبقى الكبير على طول يتضرب يتضرب في كام او الله الساعة فيها ستين دقيقة يبقى سبعة في ستين هنضرب ازاي الاصفار في الضرب بتنزل سبعة في ستة باتنين واربعين والفصلة يعني زائد والتلاتة قلنا مش هنيجي جنبها كده عندي صفر وثلاتة تلاتة وننزل الباقي اتنين واربعين كده على بعضها بقت ربعمية تلاتة وعشرين والنحية التانية ربعمية خمسة وعشرين يبقى النحية التانية هي اللي اكبر عندنا لما يجي يقول لك مسألة لفظية ينام حسام 8 ساعات كل يوم احسب عدد الدقايق التي ينامها حسام في اليوم الراجل ده بينام 8 ساعات وهو عايزهم يتحولوا لدقايق كأنها مسألة اكمل الرقم ده ينزل زي ما هو كلمة الساعة اكبر والكبير على طول بيتضرب الساعة فيها كم دقيقة 60 دقيقة كده عندي الثمانية عايزة تضرب في الستين الصفر هينزل تمانية في ستة تمانية واربعين يبقى حسام بينام ربع 180 دقيقة طيب جميل يذاكر خالد صباحا 3 ساعات وفي المساء 4 ساعات عايزين العدد الكل للدقايق اللي بيذاكرها خالد يعني معنى كده ان احنا عايزين الثلاث ساعات تتحول لدقايق تمانية واربعة اتناشر اتنين ومعايا الواحد واحد وواحد اتنين واتنين اربعة كده خالد بيذاكر ربع مية وعشرين دقيقة طب نيس كنت ممكن اجمع الساعات واقل واقل والله خالد خالد خلال اليوم كله بيذاكر ثلاث ساعات واربع ساعات يبقى خالد بيذاكر سبع ساعات والسبع ساعات دي عايزة تتضرب تتكرر في الستين دقيقة وفي الضرب الصفر بينزل سبعة في ستة اتنين واربعين كانت برضو هتجينا نفس الناتج كده صح وكده صح فهمت حبيبي وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقي فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي انا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصف هتلاقي لينك الامتحان ادخل حل الامتحان عشان ترتاح من الدرس ده خالص اشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته